بصي بقى هنبدأ كده واحدة واحدة أولا طبعا دكتور يعني أكيد حضرتك ليك دور كبير جدا برضو يعني مع أبطالنا بتقدمه حابين نعرف بقى قصة طبعا صفاء هتحكي لنا هي عن قصتها الشخصية بس عايزين نعرف إن حضرتك كمان يعني إزاي بتجهز إزاي بتعد الكواليس اللي بتحصل مع أبطالنا عشان يوصلوا إن ما شاء الله كامل ميدالياته بالمناسبة ده جزء من يعني ميداليات صفاء فخلينا نستمع عشاء ظهرت في مصر من 2015 تقريبا ابتدت تضرب فيها أولاد لأنه كان عندي مجموعة كبيرة من الأولاد شلل دماغي وعقات حركية جديدة بيلعبوا ألعاب كتير يعني سباحة ألعاب قوة كرة قدم بس في أشد أنواع العاقة دي مش لقيلهم لعبة فدورت لحد ما لقيت اللعبة دي موجودة على النت ولقيتها بيتمارس في الأولمبيات من 1984 فبالفعل ابتدت أضرب من 84 واحنا لسه وسطنا مؤخر فالحمد لله يعني نزلت اللعبة ازاي برضو بحظة 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 في أكثر من 50 دولة بيتمارس اللعبة وبالفضل الله ابتدت أضرب الأولاد لحد ما ظهرت للنور مع إشهار الاتحاد المصري للرياضات اللعبين زي الشلل الدماغي بقادة دكتور أحمد أدم وابتدنا بالفعل نعمل بطولات للعبة البوتشة وبفضل الله بدأنا أول ما تشهر الاتحاد في 2018 لعبنا أول بطولة كانت هنا في نادي 6 أكتوبر وابتدنا الدخل فيها 20 لعب وصلنا دلوقتي في 23 ل 87 لعب يلعبوا لعبة البوتشة وحققنا إنجازات بفضل الله كويسة جدا سافرنا تونس سنة 2019 وجبنا ثلاث مديليات دهب وفضة وبرونز وبعد كده سافرنا في شهر 5-22 جنوب أفريقيا في جوهنس بيرج البطولة الأفريقية السنة اللي فاتت وجبنا اتنين دهب واحدة برونز وسافرنا بولندا في شهر 8 وسافرنا بطولة التحدي في إيطاليا في شهر 9 وكان عندنا بطولة العلم في البرازيل في شهر 12 ودلوقتي إحنا في استعداد عشان إن شاء الله ربنا يكرمنا كده عندنا البطولة الأفريقية في القاهرة هنا في صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر البطولة الأفريقية دي مؤهلة لبريس 24 إن شاء الله حلو جدا يعني إن شاء الله إن شاء الله أولادنا بعون الله دهب كده إن شاء الله للفرق والزوجي اللي يجيب دهب يتأهل لبريس 24 إن شاء الله أعوذي